في الحقيقة يمكن خلال اليومين اللي فاتوا احتضن مدحف السويس القومي مهرجان السويس للموسيقى والغناء المهرجان اللي ضم ستة روت جمعت ما بين الطرب والتراث بمشاركة فرقة صحبة سمسمية والفنان الكبير هاني شاكر والفنانة نسمى عبدالعزيز ونجوم الأبرة للموسيقى العربية على مدار ثلاثة أيام احتضن مدحف السويس القومي خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذي يضم ستة عروض تجمع ما بين الطرب والتراث بمشاركة فرقة صحبة سمسمية والفنان الكبير هاني شاكر والفنانة نسمى عبدالعزيز ونجوم الأبرة للموسيقى العربية يأتي المهرجان الذي انطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والأثار إيماناً بدور القوى الناعمة في بناء المجتمع وتنمية الوعي في ظل حراك فكري وفني متنوع يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير كذلك يأتي مهرجان السويس بعد مجموعة من الفعاليات المشابهة في عدد من المواقع الأثرية بالمحافظات فمن معبد دندرة بقنة لأبي دوس بسهاج وصان الحجر ليأتي مهرجان السويس يستكمل الصورة ويصل الفنون والموسيقى لمواقع لم تصل لها من قبل ليشهد نحو مئة ألف مواطن بقرى ونجوع محافظات مصر المختلفة رايات الفن تعلو بمهرجانات تفتح أفاقاً فنية جديدة جاءت في مسار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان الجمعي ومواكبة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الهدفة إلى تحسين الأحوال المعيشية لأبناء الوطن ونشر الثقافة سعياً لإعادة تشكيل الوعي وتنمية الإدراك وباعتبار القوى الناعمة أحد الأدوات الفاعلة والإيجابية لتطوير المجتمع وتسعى هذه المهرجانات أيضاً لتنمية الوعي السياحي والأثري والثقافي وإلقاء الضوء على كنوز مصر الأثرية بمختلف محافظاتها من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية لينطلق من السويس أرض البطولة مهرجان جديد يسعى لتشكيل الوعي والربط بين الماضي والحاضر وبناء الإنسان اشتركوا في القناة